السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتمنى انكم تكونوا بخير ولا خير وبصحوة فيها جيدة ان شاء الله كما تتعرفو أخوتي ومن بعد ذلك القرار اللي اتخذته يعني بلجيكا ومشا بلجيكا بلجيكا كذلك كولندا يعني ذلك القرار ديال الطرد ومصحوب كذلك بالغارامات اللي وصلت حتى الى 35 ألف الأورو في حق بعض العائلات مغربية وبعض العائلات كذلك الأجنبية المقيمة كذلك في بلجيكا وفي غولندا يعني مشاهل مغربة باحدهم يعني كنت عائلات كذلك تركيا وعائلات جورجياتا وما هي مهم أجانب اللي كانوا تمام مقيمين على التراب ديال هذه البلجيكا وتستفذوا كما تلكم دك الساكن الاجتماعي تم يعني الطرد ديالهم طبعا الحال طوام مهلا بش هاد يخرجوا في ديال الساعة خرجوا لمحويجهم مهم عندهم مهلا أنهم يخرجوا من ديور من هذه المنازل وكذلك الأداء ديال الغارامات اللي عادي توصل الى 35 ألف أورو يعني الناس صار ما عارفينش أشغل يديرو في هذه المسألة هذه مهم السلطات البلجيكا تقول بأنه يعني المسائي اللي دلوها ومايا مخالف القانون لأن القانون تقول لي عنده يعني الساكن سواء في بلجيكا أو في خارج بلجيكا يعني ما عندهوش الحق في الساكن الاجتماعي هذا هو القانون لكن ومهم هو رسلات البلدية ديال بلجيكا يعني ديال لير بزاف مهو رسلات رسالة الأكثر من 1135 مسأجر للساكن الجمعي يعني تتذكرون بعد مسألة ديال الملكية ديال العقارات في الخارج بأنها محظورة ولي يعني مليتم تحقيق وليلقوا يعني عنده العقار يعني خارج بلجيكا بطبيعة الحال را غادي يتمطر ديالو من ذاك الساكن وبالتالي كذلك تغريم ديالو لن بعض المبالغ مهم بسادي بون على حسب ذاك العقار اللي عنها ذاك سيهيد والمدة كذلك اللي سافت منها من ذاك الساكن الشيماعي مهم هاد المسألة كلها يعني را ايطاليتها كذلك سوف تحدو حدو بلجيكا وولندا والدول يعني لاخدواء القرارات هذه يعني تا ايطاليا كذلك را غادي تعرف في هذه المسألة هذه وغادي تخرج يعني تا ايطاليا كذلك بتحقيق وليتبت بانه عنده املاك يعني وعنده عقارات في المغرب يعني يوجد راسه بانه را غادي يتمطر ديالو وكذلك تغريم ديالو من الاسف هذا خبر غير صار للهدي سيرتون عندهم املاك وعندهم عقارات في المغرب تستفدوا انها من الساكن الاجتماعي يعني يوجد راسهم لانه را كين تحقيق في هذه المسألة هذه مهم انسان يحاول يقلب على شي حلول قبل ما يوصل يعني يوصلوا ليه ويستفدوا ليه يعني استداء في هذه المسألة هذه اتلقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة